السلام عليكم من خلال فيديو اليوم سوف نقوم بشاح طريقة تنصيب الويندوز 11 من خلال ترقية الويندوز 10 إلى الويندوز 11 فليس جميع الحواسيب وصلها تحديث ويندوز 11 فقط الحواسيب الحديثة الجيل الثامن وما فوق فإذا كان حاسوبك من الجيل الثامن أو أكثر سيصلك تحديث الويندوز 11 وسيظهر هنا في taskbar على شكل هذه الأيقونة أي يمكنك الدخول إلى الإعدادات وسوف تجد التحديث قد وصلك ما عليك إلا تنصيبه أما إذا لم يصلك التحديث فيمكنك التأكد من حاسوبك أنه يدعم الويندوز 11 من خلال هذا البرنامج سوف أترك لكم رابط تحميله في أسفل الفيديو وهو برنامج بسهل check من شركة ميكروسوفت بعد الدخول إليه نضغط على check now ثم see more results وسوف تظهر هذه التفاصيل عن حاسوبك يقول لك هل الحاسوب متوافق مع كل شروط تحديث الويندوز 11 بالنسبة لكل شروط متوفرة البروزيسور الجيل 11 والرام 16 حيث أدنى الجيل بالنسبة للبروزيسور هو 8 وأربعة بالنسبة للرام فبعدما تتأكدوا إذا كان حاسوبكم يدعم تحديث الويندوز 11 سوف تجدونه في الإعدادات ثم تقوم بالضغط على download and install فبعد الضغط على download and install يتم تحميل الويندوز سوف تأخذ وقت على حسب سرعة الأنترنت الخاصة بكم سوف أقوم بإيقاف الفيديو إلى أن يصل إلى 100% كما تلاحظون الآن وصل التحميل إلى 100% سوف تبدأ مرحلة التنصيب سوف تأخذ وقت هي الأخرى الآن عملية التنصيب 100% فبعدما اكتملت عملية التنصيب يطلب من الحاسوب أن نقوم بإعادة تشغيله لإكمال تنصيب الويندوز 11 سنقوم بالضغط على restart now في هذه المرحلة لن نقوم بأي شيء سنترك الحاسوب يكمل عملية التنصيب فقط يجب توصيله بالشاحن إذا كان الشاحن ضعيف لأن هذه المرحلة تأخذ وقت أنا فقط قمت بالسرعة الفيديو شكرا شكرا فبعد اكتمال تحديد الويندوز 11 هذه هي وجهة الويندوز 11 هي وجهة جدابة سوف أقوم بعمل فيديو حول المميزات الويندوز 11 ومقارنته بالويندوز 10 إذا أعجبكم الفيديو لا تفعلوا علينا بالشراك في القناة ولايك للفيديو في أمل الله شكرا